الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. مادة تكييف الهواء المركزي صبحت اثنين وخمسين مثال رقم واحد. يقول احسب هبوط الضغط. من يوم ما نشوف احسب هبوط الضغط على طول بنكتب هذا القانون قدامنا لان انا احنا بنستخرج منه اشياء اللي هو الدلتة بي. بعدين عندنا زيرو بوين سيكس هذا رقم ثابت مضروب في السي اللي حنجيبه مضروب في الفي يعني اس اثنين اللي هي السرعة. طيب الان ايش قال لنا في السؤال احسب هبوط الضغط خلال كوع لمجرى مستطيل ابعاده كذا كذا اذا كان الكوع تسعين وله نصف القدر كذا وكان معدل السيريان كذا. طب الدكتور على ما قال انه في الاختبارات هيجيب لنا هذه الرسمة تسهل لنا وجزال الله خير. طيب عندنا اله خلاص هذه الطول للمجرى اتش. وعرضه هيكون داباليو ونصف القطر حق الكوع هيكون الار. طيب احنا حنستخدم جدول جديد في صبحة اه خمسة وعبعين. خمسة وعبعين اللي هو هذا. شوف كوع مثني تسعين بيدور ريش توجيه في مجرى مستطيل. وجايب لك نفس الرسمة اللي هناك. طيب عندنا الان نتعرف على الجدول يقول لك الار قسمة الداباليو بيعطينا رقم. والاتش قسمة الداباليو بيعطينا رقم. ومن خلال الرقمين هذه حنطلع السي. فنيجي نكتب. اه وانا قد كتبتها. الاتش اعطانه هو كم? اللي كان هنا. اعطانه هو ثلاثمية. والداباليو اعطانه هو ميتين. والار اعطانه هو اربعمية. زي كده. تجي تكتبها. الان اش يقول لك? الار قسمة الداباليو. الار اربعمية اقسمها على ميتين. الداباليو كم اعطانه? اعطانه اثنين. طيب بعدين عندنا الاتش قسمة داباليو. الاتش ميتين قسمة اه عفوا انا الاتش ثلاثمية قسمة داباليو ميتين. كم اعطانه? وان بوينت فايف. خلاص طلعنا اه هذا الرقم وهذا الرقم. الان نيجي نختار. نقول الداباليو الار مع الداباليو طلع معانا اثنين. انا قد نحليتها. والاتش مع الداباليو طلع معاي كم? واحد فاصل خمسة. نيجي ننزل زي كده. الان اتقاطع مع هذا الخط. خلاص. هذي هي حقتنا السي. ناخذ السي اللي هي ايش? في القانون هذا. خلاص. هذا كده طلعنا. طلعنا السي. طيب وهذا معانا ثابت ممتاز. باقي السرعة. هذي مجهولة. قانون السرعة يقول لك. الفي على. افو ان الفي يساوي كيو. قسمة. هذه المساحة وهذا اللي هو اعطانا هو معدل السريانة. يساوي كم? طيب. معدل السريانة اعطانا هو. قال معدل السريانة هواء خلال الكوع متر مكعب على الثانية. فنكتبوه. المساحة الان. ايش عندنا المساحة في المجرى? هذي المساحات. ال H وال W. طبعا هذي هي ملي متر. هنخليها متر. نكسمها على كم? على الف. هيطلع معانا كم? آآ يساوي كم? هيطلع معانا ذي حين السرعة. رح يساوي عشرة متر على الثانية. الان بكذا طلعنا السرعة. الان نحسب الفقد في الضغط. نطبق نفس هذا القانون. نقول زيرو بوينت سيكس. مضروب في السي. اللي طلعناها. زيرو بوينت فورتين. مضروب. في كم? في عشرة. بس هنا تشوف وستثنين. يعني هنقول كذا. عشرة وستثنين. لانه هنا الفي وستثنين. عشرة وستثنين. كم يطلع معانا? الضغط فرق الضغط. طلع معانا ثمانية فاصلة اربعة. ثمانية فاصلة اربعة. بس. هذا او هذا هو اللي حيطلع. خلاص. اول شي. نصير ناخذ المعطيات. ونروح نطلع السي من الجدول. بعد كذا نطلع السرعة. بعد كذا نطبق القانون كامل. عشان يطلع معانا فرق الضغط في المجرى. وبكذا وصلنا لحل المسألة. واصل الله لي ولكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله. وبركاته.